السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة السابقة تعرفنا على الاسم لنو وقلنا انه يكون مفرد او جمع مذكر او مؤنت كما قلنا انه دائما يأتي مسبوقا بادوات تحدد نوعه وعدده واليوم ان شاء الله سنتعرف على ادوات النكير يعني ادوات النكير سوف اكبر الشاشة قليلا حتى تظهر لكم بوضوح مهم قلنا سوف نبدأ ب ادوات النكير هي الاسم المفرد المذكر ايضا توجد تستعمل للمفرد المؤنت و تستخدم مع الجمع بنوعه يعني الجمع المذكر والجمع المؤنت سنأخذ امتلاح حتى يعني تتضح الامور بشكل افضل مثلا اقول ج رگاقد مثلا ج رگاقد ان فيلم ج رگاقد ان فيلم يعني اشاهدو اشاهدو فيلما اذا هذا مذكر لأن الاسم هو مذكر مفرد مذكر اذا حتى الادات تكون تابعة للاسم يمتلك اشتري كتبا اذا هنا دي قلنا ان دي تستعمل مع جمع المذكر وجمع المؤنت يعني ليس بالضرورة ان نكتبها فقط مع جمع مذكر هنا ليفغ مذكر اذا كتبناها مع مذكر يمكن ان نأخذ مثلا جملة اخرى فيها الجمع مؤنت مثلا لديك بطاقات لديك بطاقات لديك بطاقات لديك بطاقات اذا كارت هي مؤنت ولكن نكتب دائما معها دي اذا دي تكتب مع الجمع سواء كان مذكر او سواء كان مؤنت اذا لاحظوا لاحظوا ان عندما مثلا نقول لزغتيك الان ديفيني فهي دائما تكون واحدة من هذه الاربعة اما ا ا د و د الان سوف نقوم بتمرين بسيط نحاول فيه الاسم من المفرد الى الجمع مثلا سأعطيكم جملة او اعطيكم كلمة ان شين كلب لنقلنا ماذا كتبت الان ان شين قلنا ان الكلمة اذا ابتدأت بان يعني نكرة يعني هذه ادات نكرة اذا كلب لا اقول الكلب ولكن كلب كلب دكار اذا هنا يقولنا ان شين يعني كلب وليس الكلب كما في العربية يعني نكرة نكرة دكار دونك اذا اردنا مثلا ان نحول هذا الاسم اذا اردنا ان نحوله الى الجمع كيف يصبح اذا لاحظوا معي ان تحولوا اولا الى الجمع فتصبحوا دي دكار ثم نكتبوا شين شين ايضا لابد ان نضيف لها اس الدلة على الجمع اذا اس في الفرنسية تدل على الجمع يعني الاسم اذا اردت ان احوله الى الجمع اما اضيف له اس او اضيف له اكس على حسب النهاية المهم اغلب الاحيان تضاف له اس هذا ليس موضوع الحلقة ناخد كلمة اخرى مثلا ان غوز وردة ان غوز اذا اردت ان احولها الى الجمع ماذا سافعل اذا هذه الادات النكيرة سوف احولها الى جمع فتصبح دي دكار اذا كما قلنا ان سواء كانت ادت نكيرة يعني مذكر او مؤنت فهي الاثنان تصبح في الجمع دي يعني دي لا نفرق بين ان كانت لا استطيع اكتب واتكلم واتكلم في نفس الوقت اذا قلنا لا يمكن ان لا نفرق بين ان كانت مفرد او ان كانت مذكر او جمع ثم اضيف اس التي تدل في الاخير على الجمع دكار غير غير ان هناك حالات لا نكتب فيها دي في الجمع وانما نكتب فيها د لكن متى يعني متى نكتب د وليس دي سوف نرى بعض الحالات اذا نأخذ امثلة حتى نفهم جيدا مثلا اذا قلت لكم لاحظوا معي هذه الجملة لاحظوا هذه الجملة جيدا يعني اهداني ورودا حمراء اذا هنا لاحظوا كتبت دي لماذا لان بعدها اسم جمع دكار قلنا ان دي لن يعني لن نميز فيها بين المذكر والمؤنث المهم انها جمع اذا نكتب دي لكن لاحظوا معي الان هذه الجملة التي ساكتبها تقريبا نفس الجملة ال ما اوفر ال ما اوفر دي روز روز اذا لاحظوا انني هنا كتبت د وليس دي لماذا اذا في الجملة الاولى ال ما اوفر دي روز روز كتبت د وليس د لان هنا الجمع ومع ذلك لم اكتب د كتبت د لماذا هذا هو السؤال الذي يطرحه الاغلبية لم لا يفهمون لماذا في بعض الاحيان نضع د وفي بعض الاحيان الاخرى نضع د او نضع د ابوست دكار اذا الحالة او الامر بسيط جدا هو انه د اذا جاءت متبوعة